حجر أصابه على مستوى الرأس عندما كان يهم بمعية وفد قياد من قيادة الحزب لولوج قاعة دار الشباب بآسة التي احتضنت التجمع السياسي والحزبية المقام ضمن جولة حزبية لبعض الأقاليم الجنوبية بلغ للإدارة الوطنية للحزب أدن بقوة هذا الفعل الإجرامي الهمجي الذي يبدو يضيف البلاغ أن عناصر طائشة كانت خلفها استمعنا إلى بعض تدخلات السكنة سواء على المجتمع المدني أو النساء والقدماء يعني الشيوخ هذه المدينة وفي كل ذلك هناك مطالب هناك تعبير عن قلق نعتبر أنه من الضروري أن يتم تعامل معه بنظر مغيرة وسنعمل على رفع هذه الملفة نبغى بأساح ذو أفاد بلاغ للإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية بأن الأمين العام لحزب السيد محمد نبيل بن عبد الله تعرض صباح اليوم الأحد لاعتداء بواسطة الرشق بحجر أصابه على مستوى الرأس وأوضح البلاغ أن السيد بن عبد الله عندما كان يهم بمعية وفد قيادة الحزب لولوج قاعة دار الشباب بأسا التي احتضنت التجمع السياسي والحزبي المقام ضمن جولة حزبية لبعض الأقالم الجنوبية لاعتداء بواسطة رميه بحجر أصابه على مستوى الرأس غير أن التدخلات الطبية المحلية حالت دون أي مضاعفات وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمين العام للحزب يتمتع حاليا بكامل صحته وعاد إلى القاعة وترأس التجمع الذي عرفها نجاحا سياسيا وتنظيميا جماهريا كبيرا وأدانت الإدارة الوطنية للحزب بقوة هذا الفعل الإجرامي الهمجي الذي يبدو أن عناصر طائشة كانت خلفه والذي استهدف زعيم الحزب والشخصية السياسية المعروفة بمواقفها الوطنية الملتزمة مؤكدة أن مثل هذه الأساليب المعتوها لن تثني الحزب عن مواصلة حضوره في مختلف جهات ومناطق البلاد بما في ذلك الأقاليم الجنوبية